النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره اليهودي من حسن خلقه ومن إكرامه لجاره فلما حضرت الوفاة لابن اليهودي فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابن يهودي وقال قل لا إله إلا الله فاليهودي يعلم أن النبي على حق فقال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم فلما وقال اليهود ابن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات على هذه الكلمة العظيمة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه تهلهل كالمذهبة يقول يعني فرح شديد أن الله أنقذ به هذا الجار ونفسه خرجت من الضلال إلى الهدى ومن النور ومن عذاب جهنم إلى الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم سطر لنا أروع القصص والأمثلة في جيرانه وفي إكرامه وفي وصاياه عليه الصلاة والسلام في سؤاله عن جيرانه عليه الصلاة والسلام وتوصيته لعائشة رضي الله عنها من القصص القريبة لعلينا نذكر قصة الشهرانية لما قتل ابنها وعلى طول تنازلت عن مشهورة في الجنوب تنازلت ولم تقبل لا هي ولا عيالها لا هدايا ولا عود دراهم ولا شيء بل أدخلتها أجارته دخل عليها في البيت وأجارته لأن سلمت للشرطة ومنعت عيالها أنهم يؤذونه وبعدين تنازلت عنه وعيالها أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة أن يبدلها ما تركت خيراً وأن يخلف عليها خيراً هي وأولادها وأن يملأ جسدها صحة وعافية وأن يجزي كل من عفى لوجه الله خيراً الجزاء أمس الشدي عفى عن والأجارة الدوسري نعم الخيلات نعم الخيلات عفى عن لوجه الله عز وجل طهرهم جيران أحد يعرف قصتهم طهرهم جيران وصار خلاف سبحانه أراد الله عز وجل وتنازل أمس لوجه الله وكثير من هذه النماذج الجميلة في هذه البلاد المباركة من يعفون لوجه الله ويتركون لوجه الله وهذا ما يستغرب على أهل هذا البلد وعلى هذا البلد المعطاء الكريم بلد الحرمين الشريفين نعم فضل نحن قبل أن نصل لهذه المرحلة أن أعفو أو أتنازل فأنا أبدأ بالحسنة وأقدم الحسنة قبل لا تأتيني السيئة وأجتهد في دفع السيئة يعني أنا أبادر بفعل كل خير أعتغاضى حتى لا نصل إلى مرحلة يعني تجد أن النفس تضيق وأن الخلق يضيق لا قدر الله في ضرب أو في قتل أو في كذا فأنا دائما أبدأ بالمبادرة فإحنا نبغى لما نتكلم في موضوع يبو سعود وليهون النار ربع أن يكون هذا المجلس منطلق خير فالآن الأمهات المشاهدات والأخوات وكذلك الرجال المشاهدين اليوم أو من بكرة مثلا الغداء نجعل هذه المبادرة شيء بسيط المرقى كثر شوي موايتها الرز كثر أبيالتين وأعطيها جارتس يعني نبدأ مبادرة من اليوم اليوم نهتم في جيراننا وتصير لنا عادة أحسنت هذه دعوة من هذا البرنامج نعم أننا نبدأ بالإحسان إلى جيراننا نعم ولو بالشيء يسير بإذن الله لنا ولكم فيه الأجر بحيث يكون فيه تواصل وفيه رحمة وفيه محبة وفيه من الذكرات تذكر مرة المرات يا أبو سعود كنت أروح للشرقية وأنا جاي من الشرقية هجب معي ثلاجة سمك سمكات عر تقول لا تنزم الله هدي هدي ما شاء الله فكنت أوزع هدايا على الأقارب والله الله يتوب علينا لكن أذكر مرة المرات استحيت أن يقدم المرات خالي شيء بسيط لكن قلت يا ولد هذا اللي يتبقى يعني على القسمة فجيت ومديتها وأنا مستحم منها والله فاعتذرت لها قلت لها يم فهد العذر والسموحة من الناس يعني على قالت كلمة والله ما أنساها سواء قالت من ذكرك محقرك يا سلام حتى لو بالشيء اليسير فأني أنت ذكرت الشخص وعطيتها اهتمام ولو بالقليل فتراها هذه كبيرة عندك فجيراننا أقاربنا نهتم فيهم ولو بالشيء اليسير صراحة اندثرت شوي والله ما ذكرتها إلا نريد بس التعزيز والتشجيع مثل يوم نتكلم عن الصدقة وأن الإنسان يتصدق عيان بيان ويتصدق ويظهر الصدقة حث للآخرين على الصدقة والله إنها سميك تي هذا كبرى لكنها عطاتني كلمة والناس بخير عطاتني كلمة خلتني منذكرك ما أحقرك الله الله فكيف نهتم في بعض ترى حتى جبرى الخواطر الكلمة الطيبة أتذكر من القصص لما ذكرت قصة رجل في حارة وتوفيت زوجته أصابه يعني ألم شديد زي الاكتئاب جيرانه ما خلوه الحالة نايمين معه في بيته ومن خلص العزاء وهم طيرين بها على مكة وعلى المدينة أربعة من جيران هم أخذينه يمشون لتسريته لتسريته أنا لما سمعت الخبر صراحة يا ولد دعوا لي هذولي أشد من الأخوان ما خلوا جارهم في هذا الألم وهذا المصاب راحوا مشوه ودخلوا عليه السرور فهذه الأشياء جدا جميلة تمنى أن تكون يعني نحسب حسابها لأنك يوم من الأيام أنت بتكون تحتاج أحد يسأل عنك تحتاج أحد يواسيك تحتاج أحد بكلمة بابتسامة فمن هذا المجلس سندعوكم للاهتمام بأنفسكم والاهتمام بجيرانه الله يبيضيك الله يبيضيك أنا الحقيقة أريد رسالة لمن يفرح بزلة الجار مثلا حصل على جار من الجيران مشكلة من المشكلات التي يعترض لها أي إسام مننا الحقيقة مشكلة أما في بلده أو في بيته أو في نفسه أو في كذا من مصائب الدنيا بعض الناس سبحان الله يفرح بها وينشر وينشر غسيلة وسط هذا المجتمع ما هي الرسالة التي يوجهها لها أولا أكيد هناك ناس الآن يتابعون وقد تكون توعية لهم مثل قولة الصحية نايم قد يتكلم بها الإنسان عن حسنية نعم شفتوا جارنا في لام ما حصل على ولده والله جوا وكذا ومسكوه ويسوه وفعله ينبغي الستر على الجار ماذا نوجه لهم يا أبو عبد العزيز والله رسالة لنفسي وللجميع هذا أقل شيء نقدمه يا أخي أنت ما تدري مثل ما يقولون الكرسي دوار الدنيا دوارة أمسي له يعني نعيشها أحسنت فلا تنظر لأخيك بالاستصغار أو بالاحتقار أو أن والده لا أنا ما يدخل المسجد عيالي أحسن منه احمد الله واشكر الله ولا تشر لصاحبك بالخطأ قال إذا أشرت لصاحبك بالخطأ ترى فيك وفيك وترى فيه وفيه قال ترى أربع أصبع ترجع لك أخطاعك أنت أكثر لكن قد الله سترها عليك وهذا قد ابتلاها الله سبحانه وتعالى فما تعلم فلا تفرح على أخوك أحسنت فيعافيها الله ويبتليك بل احمد الله سبحانه وتعالى وستر عليه ممكن ذكر قصة ذكر حدث شخص من الأشخاص بدون ذكر أسماء للفائدة للفائدة والعظة أما أنك تتفرح على أفلان ترى الله جل جلاله سميع وعليم ويعلم اللي في خاطرك حتى لو همزت لو لمزت لو غمزت الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فترى مواقف كثيرة والله يعني رأيتها وشفتها بعيني واحد يضطنس عيال أفلان عيال أفلان الله لا يفعلون يسوّون وكذا والله دارت الدنيا إذا عياله نفس الحكاية عقوق ونفس ما ذكرهم في المجلس أنا شايفها واشهد عليها بإنك فلا تفرح على أحد ولا تشهر بأحد بل احمد الله ودعو الله سبحانه وتعالى أن يسرق وأن يصرح لك النية والذرية ولجميع المسلمين وإسرى الله سبحانه وتعالى أن يصرح لنا نياتنا وذرياتنا وجميع المسلمين جملت جملت أبو عبدالله دكتور صالح الرسالة التي توجهها لمن يفرح بزلات جيران هو ينشرها وسط الناس